قالك استفدنا بشكل جيد من كأس العاصمة وخسرة من كرواتيا كانت نتيجة طبعية أمام سلس العالم دي خلاص تمام ما فاش نقاش ولا اي حاجة وقال الجزال الجدي بقى مهمة جدا قالك في رسائل سلبية جدا تصدر عن المحللين فنيين تهون وتسهل من إنجاز مهمة التقاهل لكأس العالم ولا أعرف كيف يتكلم هؤلاء ونحن نعاني كروين بص يا سيدي أنا معكبت الحساب حساب أنا معكبت الحساب عندك حق ما ينفعش نهوم من هذا الأمر إحنا لو هنلعب مع منتخبات كمان أضعف من بوركينا اللي هي فعلا عندها محترفين كتير جدا ومش خص مساء ما ينفعش نهوم من الأمر ده كأس عالم يعني لازم نبقى مركزين ولازم نبقى مركزين قوي ولازم نفهم إن إحنا من لعب منافسين صعبين جدا عشان إن شاء الله ربنا يكرمنا للوصول لكأس العالم نقطة بس بسيطة في أول في أول حاجة نقطة بسيطة قد كده هو كابتن حسام حسن ومنتخب مصر كان بيلعب بطولات وتصفيات وحاجات كتيرة وكان كابتن حسام حسن محلل بيحلل يعني أدايا المنتخب كان بيقول كل حاجة اللي هو عايزه أنا قابلت كابتن حسام حسن وقال لي كده لما اتكلم على صلاح قال لي أنا لما تسئل يعني عن صلاح هقول إيه ما أنا هقول اللي أنا شايفه أهو نفس الأمر يا كابتن حسام ملاكش دعوه بالسادة المحللين سادة المحللين يقولوا اللي هم عايزينه والله يسهلوا يسعبوا دي حكايتهم لكن أنت اللي فاهم الموضوع أنت اللي جواه المنتخب أنت اللي عايزة الموضوع صعبة تصدت ده اللي عايبتك بس المحللين يقولوا اللي هم عايزينه زي ما حضرتك كنت بتقول اللي أنت عايزه صح كده؟ أدي واحد اتنين قال انا عايز اشرح للجميع ان احنا منجهز لكاس العالم الفين ستة وعشرين تمام اه دي دي النقطة اللي احنا قلناها بتاعت الرسالة السلبية بتاعت المحالين قال نتائجنا الاخيرة في مختلف البطولات دليل على معانتنا ووريد ان اؤكد ان خريطة الكرة الافريقية تغيرت والفرق اللي بيسخر منها البعض هزمت الفرق الكبيرة في الاوم الافريقية الاخيرة بكوديفار اللي هو احنا لما اتغلمنا من كونغو هو عايز يقول كده يعني وانا متحفز للغاية على تهيئة الرأي العام اننا تأهلنا لكاس العالم تاني اهو سيب اللي عايز يقول يقول كلنا نقول انا هبقى اقول لك يا سيدي ان دي اصل تصفيات مصر اللي عبتها براحطي يعني اقول اللي انا عايزه تمام حضرتك انا قلت الكلمة دي وش الوش للكابتر حسام حسن والكابتر ابراهيم حسن انجح قصر الدنيا تقلق وابدع وفرحنا كلنا وكلنا في ضهرك هنقول اعظم مدرب في التاريخ كده كده الكلام مش هيخلص على منتخب مصر وفيه مئة مليون واحد عندهم رأي في قائمة منتخب مصر وافكار كابتر حسام حسن ده هيفضل طول الوقت وكان بيحصل كده مع كابتر الجوهر وكان بيحصل كده مع كابتر حسن الشحاتة ومع كيروش ومع كوبرا مع كل المدربين ده طبيعي ومنطق يعني قال كل ما نملكه تم اللاعبين محترفين وفي المقابل يملك منتخب بوركينة 28 لاعب يجب مصرحة الجماهير بصعوبة الأمر واقبل النقد لكنني ارفض الاستهزاء او السخرية ومصر بالنسبة لي اعلى من اي خطة احمر اتعامل من خلال مجال الدفاع عنها واتمنى توعيته الجمهور وليس اخدعه فوق الراس والله يا كابتر حسن انا عايف ان الكابتر حسن بيشتغل بقلبه انا دي وصك فيها مليون في المية وبيحب البلد دي او بيحب منتخبنا اوش تمام بس كمان احنا بنحب بلدنا وبحب منتخبنا لازم كابتر حسن بيبقى في عنده كويس محدش عايز يضر منتخب بلده والله كلنا عايزين نفرح عايزين نروح كاس العالم وعايزين نكسب كاس الأمم كابتر حسن انت بتحب منتخب مصر ودالنا واصل في مليون في المية بتحب بلدنا اواصل منها في المليون في المية صارت كمان ان احنا بنحب بلدنا كلنا ما يحب بلدنا يعني دي نقطة قال لك 75% من قوان منتخب مصر من الأهل والزمالك واجهون فرق لعبيها لا يمسلمون منتخباتهم وفي النهاية يمكن وصف اللعبية الذين ينافسون الأهل والزمالك في أفريقيا بلعبين محليين والكرة المصرية تواجه حالين أسعى مرحلة في تاريخها بسبب تراجعها أمام ارتفاع بقاية المنافسين بس يا سيدي أنا مع كبت الحساب عسل في دي برضو جدا احنا عندنا في مصر هنا أفضل لعيبة في القرى الأفريقية داخل القرى الأفريقية داخل القرى الأفريقية يعني أهل زمالك بيراميدز عندهم أفضل لعيبة من الوداد والرجاء وشاببت القبائل والتراجي والنجم والأفريق وكل عندها دي احنا عندنا حسن لعيبة داخل القرى الأفريقية هو عنده حق في ايه أفضل لعيبة ديت لما بتجيبها تلعب على منافسات أكبر مع منتخبات عندها أفضل لعيبة بتلعب في أوروبا في مشكلة عندك حق بس فيه نقطة لو احنا عندنا تراجع لو احنا عندنا أزمة فاحنا كنا طالبين الكابتن حسام حسن كلنا طالبنا الكابتن حسام حسن يجي المنتخب عشان مشاكل دي تتحل مش عشان الكابتن حسام حسن يقول لنا خد بالك فيه مشكلة احنا عارفين ان والله ان فيه مشكلة بس حالك جاي واحنا عندنا أمال كبيرة وعريضة معك تمام اتكلم كمان على وضيك الوقت لتجيز والأجندة الدولية لان تسمح لنا بالإعداد اتكلم على الأيام اللي خدها زيادة من رابط الأندية وقصة الكاس واللعيبة اللي مش تلعب الدوليين مع أنديتها عشان ينضموا للمنتخب اتكلم ان المنتخب يعني يخد وقت زيادة عشان الوقت التاني مش هيكفيني انا قلت الكلام ده بكده وقراره تاني انا رافض الفكرة دي رافضها جملة وتفصيل على منتخب مصر وعلى الاهلي اللي بيمثل مصر وعلى الزمالك اللي بيمثل مصر وعلى البرامدز اللي بيمثل مصر وعلى الاسماعيلي وعلى المصر وعلى المودر نيفوتش وعلى كل الأندية انا رافض الفكرة التأجيل دي او انها هناخد أيام زيادة هي أجندة دولية نشتغل فيها بس برضو برضو وعلى جماعة مش هينفع نقعد نأجل لأهلي وزمالك والاسماعيلي ومصري عشان مصلحة الكرة المصرية والناس دي بتمثل مصر وبتاع ونيجي على منتخب مصر نقول لأ ما هو بص بقى تعالى بقى نشتغل احترافي احترافي يبقى تاخد لعيبتك في الأجندة الدولية بس يا سلام يا سلام نجي بقى على منتخب مصر كلنا بقينا محترفين لأ طبعا أدم هي بايزة يبقى منتخب مصر أولى بالعكس دي لو سليمة 100% فممكن ممكن وهبقى رافضه برضو بس ممكن تدي استثناء فقط لمنتخب مصر لكي انت بدي استثناء لكل النهاية يستيجع على منتخب مصر وليس يكون المدربين والمنتخبات في العالم طيب قال بقى نقطة أنا مختلف فيها تماما قالك ما هو رأيكم في تدريب اللاعبين في مصر كل يوم على مدار العام وفي النهاية نشاهد هذه الأخطاء وذلك المستوى أحتاج للتحضير المبكر ولا غينة عنه وإذا تم فرض أن يجون التجمع حسب الأجندة فننصل إلى شيء طيب هلأك بالوقت كده بتقول ايه بتقول أن كل المدربين اللي موجودين في الدور المصري ما بيعرفوش يدربه أنا بس اللي بعرف أدرب ده معنى الكلام وأنا متأكد حسن ما يقصدش كده بس ده معنى الكلام اللي هو إيه كل يوم بيدربوا اللعيبة كل يوم بيدربوا اللعيبة وبنشوف مستوى سيء فأنا عايز اللعيبة بقى وقت الزيادة شوية عشان أعلمهم الكورة عشان أعرف أدربهم وده طبعا مش كلام مظبوط عشان كده كده لو أربع تيام زي ست تيام زي سبع تيام مستحيل مدرب منتخب يعرف يعلم لعيب ويقوله طرق لعب ويتحرك إزاي ويشتغل إزاي فأربع خمس ست سبع تيام مستحيل مستحيل محتاج على الأقل موسم زي ما بيحاملون أصبر على المدرب موسم في الفرق مع الأندية لكن خمس مش تفرق يعني إلا لو أنت شايف أنه خلاص كل اللعيبة دي وحشة عشان مدربين هم مش عارفين يشتغلوا معا طيب قال إيه هو الشيء الجيد أو الأداء اللي بيقدمه لنا الدوري المصري دعونا نتحدث بصراحة وأنا لا أريد تصدير الإحباط صدرتك هتحسن للأسف النهاردة كتير يعني ولكن ما نشاهده أو ما يشاهده الجميع إحنا بنجلس في المأسورة مأسورة الملاعب ونضع الله أن نشاهد لعب واحد جديد وساعدنا طيب عندك حق إحنا الدوري ما عندناش فيه لعيبة عظيمة كتير وقليلين جد بس القامل اللي موجود دلوقتي ده قام جيد وتقدر يا كابتن حسام زي ما عمل كيروش قبل كده طلعيني واحد ولا اثنين خد محمد عميان ما كناش عارفينه عمر كمان أبوح ما كنتش بيلوح المنتخب إما عشون ما كنتش بيلعب بكراير يعني ده بقى شغل المدير الفني والله ما إحنا كابتن حسام بقى إنت الحاجة اللي إحنا مش شايفينها كلنا زيك كده مش المفهود إنت بتبقى الشايف إحنا ما نشوفهاش آه لكن إنت تشوف أنت مدير منتخب وتعرف التفاصيل دي كويس آه المساحة ديئة جدا إنت مش بتدرب منتخب آآ السنغال بمحترفين وبتنقل محترفين كمان فاهم فاهم ومش مشكلتك إنت ودائما نقول كده إيه إن مشاكلنا في الكرة المصرية مش مدير منتخب مصر لأ ده منظومة كاملة فبرضه لازل كابتن حسام حسن يعرف إن هي دي ظروفنا وهو جاي وأكيد الكابتن حسن يعرف الظروف دي كويس أنا هكتفي بهذا القدر وطبعا نتكلم على إنه الأهلي لم يخاطبنا لإعتراض على الموعد الانطلاق معسكر يوم 28 مايو والموعد حددناه معروفة الأندية ومن علامه أن كأس مصر دون الدوليين فما المشكلة بالمناسبة النادي الأهلي منح أو هيمنح لعبي الدوليين أجازة خمسة أيام بعد مباراة التراج وحتى هذه اللحظة النادي الأهلي عند قراره إنه هيبعت اللاعبين في الأجندة الدولية مش في الموعد بتاع المعسكر الأهلي كبير الأندية الأفريقية واحد من أهم الأندية في تاريخ مصر إن لم يكن أقبل الأندية يعني هو فعلا إن أقبل الأندية في مصر وأدمها فأنا لازم تحاد الكرة يقعد مع الأهلي ويقعد يشوف مشاكل الأهلي وكسة الشيبي وحسن الشحات وكسة الحكام بس بما يردي الله بالعدل مش بقولك تقعد مع الأهلي فتجمع الأهلي عشان الأهلي يسيب لعيبته لأ شوف بس مشاكل الأهلي وشوف مشاكل الزمالك وشوف مشاكل باقي الأندية وخلي ما يبقاش فيه أزمة كده في الأجواء ما ينفعش الأهلي ما يديش لعيبته المنتخم مصر حتى لو أربع خمس عشر تيام ده الأهلي ده الأهلي نادي الوطنية ده الأهلي اليما دعم وساند منتخم مصر بس الأهلي عنده مشاكل مهم بقى يتحاد الكرة يقعد مع الأهلي وشوف مشاكله إيه ويحلها تاني بما يردي الله أنا مش بقول أبدا أنه ياخد الأهلي حتة زياد لأهلي ولا زمالك لأحد شوف المشاكل واسمعها واخد قرارك بعد كده كابتحاد الكرة هو قال إنه كده حسن الحسن قال المدلات مفيش مشكلة مع محمد صلاح أتمنى أتمنى ده أيني بس بالمناسبة إنه مرة أخرى كابتح حسن حسن هو كابتح حسن حسن أنا عارف إنه هو بيشتغل بقلبه بس السياسة مهمة في التصريحات تخليك تنطقي تصريحاتك بشكل زكي يعني إيه يعني عمر مرموش هيعمل عملية في الزباع فمش هيبقى موجود في المعسكر فأنا قلت له أجل عشر تيام بس هو هو عمر مرموش خلنا دي يبعت لنا إنه مش هينفع يأجل عملية طب وليه تخسر عمر مرموش نحن لسه باللمة موضوع محمد صلاح كل اللعيبة محتاجين للمها لمها يا كابتن حسن لمي اللعيبة تحت إيديك عشان إن شاء الله ربنا يكرمنا الفترة اللي جاية ما تحطش نفسك في مشاكل وصراعات دي نقطة آخر نقطة آخر نقطة خالص يعني ونصيحة من القلب للكابتن اللي أنا بعشقه كابتن حسن ده أسطورة كل جلنة أسطورة كل جلنة كابتن حسن حسن فيش خلافة على ده ما تتكلمش بعشم قوي يعني إيه إنت مدير فني منتخب مصر كل كلمة محسوبة أرجوك كل كلمة محسوبة عشان حللت إصارة الجدل النهاردة دي كل واحد حسب الكلام زي ما هو عايز إنت ببساطة خلي كلامك أوليل نصيحة من القلب والله من أخ طبعا أصغر إنت خبراتك وتاريخك وكل شيء كبير بس دي شو جنايتنا برضو الإعلام وفاهمين اللي بيحصل فيها تخلي كلامك أوليل كل ما كلامك كان أوليل كل ما المشاكل قلت بشكل كبير جدا ونركز بس فنيا وأهداف منتخبنا الوطن